من جملة الانتقادات اللي طالت أيضاً نقابة الفنانين انتقادات بسبب غياب المشاركة الفنية والجماهيرية عن تشتيع بعض الفنانين مثل نجاح حفيظة وهالة حصني أو حتى أحياناً بعد إحالته للتقاعد كان فيه تقصير برأيك من النقابة بالإهتمام بكبارنا قبل ما يغادرونا هل عن انتظر ليرحل لانتذكرون برأيك؟ مشان نوضح لك شغلة معلش شفت شلون المشكلة الشباب بتحكي بس يكونوا في مصداقية بكلامهم نحن اليوم لنوضح بضبط لنوضح ووضحت سابقاً وراح رجع وضع بهذا الموضوع منقول التالي الله يرحم السيدة نجاح حفيظ آلة آخ اللي دخلها على المستشفى ابن النفيسية نقابة الفنانين واللي تابع علاجة نقابة الفنانين واللي دفع الفاتورة نقابة الفنانين واللي أقام العزاء مو زوج نقابة الفنانين واللي شيعة نقابة الفنانين الحضور كان كتير الحضور طب أنا شو بأعمل بس ألان بقول له للناس غصباً عنكم تعو هاي قضية إنسانية قضية ذاتية شخصية أنا يا بيجي يا أما ما بيجي أنا بقول السيدة فلان الفلاني مباشرة منخبر ونطعطها مع التلفزيون العربي السوري بهذا الأمر وتحديداً قناة سوريا دراما ومشكور التلفزيون العربي السوري بيبادر إلى هذا الأمر بيقول خبر وفاة الزميل فلان فلان كذا كذا إلى آخرين وشيع جثمان وكذا ومنقول نحن مننزل على مواقعنا بالنقابة ومنخبر كل زملانا ومنحط إعلانات أنه العزاء بالمطرح الفلاني ساعة كذا للساعة كذا نساء ورجال إلى آخرين طب إذا ما حضر غير عشرين ثلاثين واحد بالتشيئة أنا شو دخلني مسألة؟ أنا بتحمل مسؤولية بهذا الأمر؟ السيدة هالحسني نفس الشيء نحن اللي أقمنا واجب العزاء ونحن موجودين على بتات أيام وما غادرنا وكل شيء وعم نقوم بكافة المسائل المادية والمعنوية طب ليه؟ ليه معلشي؟ ليش خبزنا ما فيه ملاح؟ ولا لأنه نحن ما بنحب زهير رمضان ولا لأنه نقيم الفنانين يلا عنزة ولو طارت؟ لا المسألة يكون موضوعين معلشي ما بيجوز هذا الحك طيب بنفس الإطار أعلنته خلال السنوات الماضية عن إصدار طوابع رسمي بالتعاون مع المؤسسة العاملة البريد تحمل صور لفنانين سوريين راحلين نذكر منهم الراحلين فهد بلان عبد الفتاح سكر وفؤاد غازي برأيك هل بيكفي؟ هل ما بشوف معي إنه كان الأجدى إنه يمكن نقدم معوني أو مصاعدة لذوي يمكن أو بوقت عم يقضي لبعض من هالكبار باقي حياته بدور العجزة كتير في ناس هلأ بتقول لي إنه في فنانين موجودين بدار المصنين مرحبا وين دور النقابة؟ مرحبا مرحبتين أنا الأسبوع ما قبل الماضي كنت بالزيارة خاصة لأستاذنا الكبير الأستاذ رياضي ديار بكرلي وعادت معه شي ساعة ونص ومطلعين على أدق تفاصيله والنقابة عم التابع وضعه خطوة بخطوة زميننا الأستاذ الكبير الله يطول بعمره على الدين كوكش كمان زميله بنفس الجناح بنفس الطابق قال آخ أدخلنا مباشرة أخذوا أسعاف على مشفى خبروني مباشرة نقلنا إلى المشفى الأسد الجامعي ونزل بالسويت وتابعنا إلى آخر لحظة حتى غادر المشفى ورجع إلى الجناح تابعه في دار السعادة المسنين ودار السعادة المسنين ما لديه مالشي بناء على طلبهم القضية مقضية فاقة أو حاجة اللي بدي يوعد بدار المسنين بدي يدفع مبالغ طائلة هنيك مشان حدا بيقول لك أنا ما عندي حدا يخدمني وما بدي حدا يضربني بمنية أخي بمصرياتي أنا بدي عيش بكلامته في من يخدمني والمسألة هيك القضية مو قضية لا حاجة ولا فاقة على الإطلاق قضية أنا خطرت أعود هون أستاذ رياض ديار بكر لي بيته موجود وعيلته موجودة وأسرته موجودة حب زلم يقعد هون هو بيقدر هذه المسألة وهي قضية شخصية ما حدا فين يدخل فيها الأستاذ على قد يكونك أشاء الله يطول بعمره اختار هذا الأمر بملئ إيرادته ورغبته ما حدا بإمكانه يفرض عليه أي أمر وعم يدفع من جيبته الزلمة النقابة عندما يطلب منها عم تكون جاهزة بهذا الأمر فنحنا ما قصرنا شو قبل مننا مشانا ننقطة مشانا ننقطة مشانا ننطفت عنها ما كان الأجداء أنه نقدم له المعوري مثلا بدل طوابع لا هذا موضوع الطوابع مشان يكون واضحي كل المهمين بالدنيا بنعمل لهم طوابع ما صدر طابع لأي فنان بتاريخ سوريا منذ تأسيس نقابة الفنان سنة 1967 أو 67 أوكي لحتى أجينا نحن إلى مجلس النقابة نحن على دورنا اتفقنا مع المؤسس العام للبريد نصدر طوابع باسم نجوبنا الكبار الراحلين والموجودين وصدرنا مجموعة من الطوابع للموسيقيين وبعض الدراميين وعندهم نسخة آخر شي بعثنا لهم إياها العام المنصر أنه كمان مشان تصدر طوابع جديدة هيك منكون نحن يعني ارتكبنا إثم ومعصية لأول مرة بتاريخ سوريا يصدر طابع باسم فنان طب هذا مكسب وهذا إنجاز وهذا لازم يقولولنا شكرا نقابة الفنانين أنه عم تكرموا ناسكن نحن كنقابة نصدر طوابع مالية لزملائنا الفنانين فقط تتداول ضمن النقابة ومكاتب النقابة وفروعة بالمحافظات لأنها تقليع الله يرحموا لفلان 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 إلى آخره بس وقت اللي أنت المؤسس العام للبريد في الجمهورية العربية السورية بتصدر طوابع لزملائك الفنانين 15 فنان مثلا تتصدر طوابع باسمان هذا إنجاز هذا مهم كتير عملته نقابة الفنانين لا شكرا نقابة الفنانين بدون يعاقبونا لأنه عملنا هذا الإنجاز ترجمة نانسي قنقر